بس انت مين اللي بتتفق على انك بتحبه قوي 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 الزعيم عادل امام طبعا طبعا ده مدرسة كبيرة وتاريخ هرم كبير كبير نتعلم منه انا لما بشوف الزعيم بجد بتعلم كل انواع التمثيل انا برضو بحب التاريخ فكل تاريخ مصر في كل افلام في افلام عادل امام ايستعرف تاريخ مصر المعاصر اللي هو الحديث اتفرج على افلام عادل امام كل حاجة الراجل ده ربنا يديله الصحة ربنا يخليلينا هو هو مصر افلامه بجد هادي مصر فانا بستمتع في الوقت ده في التاريخ الحديث اللي هو عمله لنا هو كان فعلا بينقل الشارع المصري من الحريف للارهابي ارهاب والكباب ارهاب والكباب دي كانت فكرة حد دخل اقتحم المجمع اما هو قال لهم انا عايز اعمل الفيلم ده لما كانش دخل يعمل الفيلم ده على فكرة كان دخل يعمل فيلم تاني لما اره في الجورنال الحادثة بتاعت المجمع اه عملها طبعا اللعب مع الكبار حتى من قبله استاذ وحيد حامد فانت حطيت ايدك على ممثل طبعا من وجهة نظرك يا قسقس ايه سر لاستمراريته يعني عادل امام بجد عادل امام من غير بقى اي القاب لان عادل امام از عادل امام طبعا عادل امام في العالم كله مفيش حد نجح المشوار ده كله طبعا يعني بجد هو حالة استثنائية طبعا لازم يتوقف عندها طبعا مدرسة بنا اقولتلك مدرسة كبيرة جدا تفتكر ايه سر يعني ايه سر عادل امام انه كان ناجح بالطريقة دي طبعا اقول لك السر ايه انه مرايت الشعب مرايت الشعب انا كجمهور او كمواطن عادي كان الزعيم بشوفه في كل افلامه بيقول اللي انا عايز اقوله فانا بفرج على الفيلم ده واخش انا اراك حد اوصل في حد قال اللي انا عايز اقوله سواء اي فيلم يعني سواء ان افلام سياسية افلام اقتصادية افلام رومانسية المنزمان انا عايز ابوس انا الاحاجات دي كلها الحاجات دي ده مواطن عادي عنده الحاجات دي كلما تنقلها له على التلفزيون بيحس انه هو مكان الشخصية الرأسية اللي في الفيلم او المسلسل او المسرع بيصدقها بجد لان انا بقول حاجة هو لمسها انا مش بطلع دلوقتي اعمل ان انا واحد بشرب سجار وباكل شيش توك الصبح مش هيصدق مفيش الكلام ده يعني الحاجات دي طول ما انا بعيد عن الشارع مش هيعرف انا مين مش هيحس وخصونا انا طالع من الشارع يعني انا مثلا مش لقوني في باخرة فجابوني مصر امسل يعني انا طالع ايوه فانا طالع من الشارع فانا بمثل مين انا بمثل الشارع فده مهم جدا هو ده اللي خلى الزعيم قريب جدا ولامس الناس طالع منهم بيعبر عنهم بيقول كل مشاكلهم بيقول لها الصح ما انا ممكن انا لو عني مشكلة اسمع كلام ناس متطرفة فاتدمر لكن شوف المشكلة دي في فيلم في عمل يعني وحلها ازاي اهدى حلاوة الفن هو ده ان انت تشوف الفن المشاكل ونبض الشارع من خلال الفيلم او السينما او المسرحية اللي بتتقدم دي دي اكتر حاجة وعلى فكرة ده بي يعني بيخليك حتى يعني تعرف تفكر يعني تخيل انت عايش في زمن ما فيهوش فن هتبقى عامل ازاي مستحيل ما فيهش الفن هو نبض هو ده اللي بيفصلك هو ده اللي بتشوف نفسك فيه طبعا هو ده الوسيلة اللي بتبقى جوه اي واحد انه بيفرق طاقته فيها انا مريته بيشوف فيلم بيسمع اغنية بيحس بحالته الحاجات دي كلها مهمة جدا وجدان ومشاعر الانسان هي الحاجات دي لو لغتها هتخلي اي حد يأثر علي باي كلام ونعمل اي حاجة عشوائية انا مش عرف الصح فيه ما انا هدوس بقى في اي حاجة تيجي في دماغي لحد ما شوف الصح لكن انا مشوف عمل فيه اعمال كتير اتعملت بتخليها رجع نفسي انا مسلا على مستوى الرومانسية مسلا انا بحب واحدة بس الموضوع صعب مش عارف ايه وبتاع فاشوف البطل عمل ايه لا ازاي فالصح ان هو لا ما كان غلط في الاول لما راح قال لا بحبك كان لازم يثبت لها الاول فالحاجات دي بتخلينا تعلم كمواطن عادي فبنحس بيها وبعدين بشاوله لو عملت كده زي البطل لا ده وحش ما وصلهاش عن طريق اللي هو بيعمل مقلب بيشتغلها او بيجدب يعني الحاجات دي كلها بتخش جوه المواطن العادي بيحس ان هو فعلا مكان الشخصية دي وخصويا لما تبقى حدوتة اا تريند يعني عايشة عايشة موجودة حاليا الحاجات دي سهلة جدا سهلة جدا والناس بتستمتع بيها فهو ده اللي بيخلي الفنان قريب من الناس اول ما يحسوا ان انت خلاص بقى بتاكل شريمس مش جنبري خلاص هم الاتنين واحد يقوزوا بس بقيت تقول شريمس يعني خلاص انت كده بقيت فنان لا يا عم احنا كلنا زي بعض احنا كلنا زي بعض اللي بيفري بس ان ربنا شاور عليك ان انت تقدر توصل حاجة للناس مش اكتر من كده لان كلنا زي بعض طبعا بابا 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 بابا